ماذا لدى مراسلين عند الجبهات؟ معنا من حيفا رازي تطور على ما يبدو حزب الله يعني أطلق صواريخ عديدة على حيفا اليوم منصور معنا خليل بن طويلة من بعبدة أحمد صبح مطلا على الضاحية الجنوبية من دير البلح في غزة محمد أبو نوس تشاهدون مراسلين ومفادين على الشاشة وسوف أبدأ من حيفا رازي ما هي أهمية ما حصل اليوم؟ وهل فعلا أصيبت حيفا بصواريخ عديدة من قبل حزب الله؟ سامي دعني أنوه خلال الدكائق الآخرة نرصد مروحية عسكرية ثانية للجيش الإسرائيلي تأتي من جنوب لبنان وتهبط في مهبط مشفى رنبا في مدينة حيفا تنقل جنودا على ما يبدو جرحى وقتلة بات خطا ثابتا مباشرا للمروحيات الإسرائيلية العسكرية من جنوب لبنان إلى مدينة حيفا إلى مشفى رنبا عموما نتحدث عن تقريبا أكثر من 105 صواريخ تقريبا وجهت على حيفا وخليجها نجحت بعض الصواريخ بالوصول بشكل مباشر وأن تسقط على مباني في منطقة الكريوت في بلدات الحوض وأن تحدث أضرارا بالغة في المباني في السيارات في الشوارع وكذلك عدة جرحى وإصابات جراء التدافع إلى الملاجئ الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن 11 جريحا عموما أيضا كصف مكثف على البلدات الحدودية حيث الحشدات العسكرية الإسرائيلية تحديدا في منطقة إصبع الجليل والجليل الغربي كذلك أيضا صليات صاروخية انطلقت على الجليل الأعلى على رأس النقورة أيضا على طبارية عموما نتحدث عن مجمل يصل نحو 200 صاروخ تقريبا أطلقها حزب الله على منطقة شمال إسرائيل أيضا كذلك قبل ساعات قليلة أعلنت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي عن تجديد القيود في منطقة خليج حيفا وإلغاء الدراسة يوم غد بعد أن وصلت هذه الصليات الصاروخية أنوه سامي أن هذه الصليات التي وصلت حيفا هي الأعنف هي الأكثر كثافة وزخما منذ بداية هذه الحرب يتوقعون هنا في حيفا أن تدخل أكثر هذه المدينة ومحيطها إلى دائرة النيران أكثر في الأيام أو الساعات المقبلة وبالتالي هذا يخلق حالة من القلق في المدينة ومحيطها سامي شكرا راسع على كل حال هذا يشير أعزائي المشاهدين إلى عدة أمور وهذه الأمور ورد جزء منها اليوم في خطاب نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه رغم ما أصاب الحزب من نكسات في قيادته ولكن على ما يبدو أن الإعداد والاستعداد كان كاملا ومنفصلا عما حصل ثم هناك بداء العينة مكان القادة في جميع المناصب وفق مقال الشيخ نعيم قاسم اليوم الأمر الثالث أنه نحن في معركة تصعودية كل يوم يزيد زخم هذه المعركة ويتوسع إطارها الجغرافي من صور من منطقة الجنوب معنا خليل بن طويلة خليل كيف يبدو المشهد الليلة؟ سامي عطفا على ما كنت تتحدث بشأنه حول خطاب نائب الأمين العام لحزب الله نذكر بأنه مباشرة بعد نهاية الخطاب بنحو دقيقتين فقط أطلقت الصوريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مدينة حيفا أساسا وباقي البلدات أو باقي المستوطلات المحيطة وكانت رشقة قوية غير مألوفة أدت إلى إصابات مباشرة لكننا اليوم سامي وجب أن نذكر بأننا عشنا لحظات مختلفة نوعا ما خصوصا هنا في القطاع الغربي تحديدا في رأس النقرة حيث كان هناك مواجهة مباشرة بين قوى الاحتلال والمقاومة بدأت في البداية بتخطي قوات الاحتلال للجدار الإسبانتي الذي بنته من قبل في سنوات خلت ثم الخط الأزرق وأدخلت عددا من الآليات لكنها اشتبكت بعد ذلك مع قوى المقاومة فعندما فرت انسحبت إلى منطقة هي تقع ضمن محيط فرقة اليونفيل تحديدا القوى الإيطالية الموجودة هناك وقع هناك ربما صدام ونقاش كبير بشأن السبب الذي يجعل قوى الاحتلال أنها تحتمي بهذه القوى رفض تماما هذا المبدأ والكثير من الناس هنا وغير هنا قالوا بأنهم يحتمون بقوى اليونفيل فيما ينتقدون آخرين بأنهم يتواجدون في المدن ظل الاشتباك على حاله وكنا نشاهد ذلك من هذا المكان واستبر لفترة طويلة إلى أن انسحبت قوى الاحتلال إلى ما وراء الجدار أو ما وراء الخط الأزرق قبل ذلك بنحو ساعة أيضا كانت هناك محاولة للتواغل على المحور المعروف بلبون عيت الشعب وهناك كسر الاحتلال أيضا الحاجز الإسمنتي أدخل بعض الأليات ثم انسحب بسبب الضربات التي كان يوجهها المقاومون من هنا من لبنان لكن بالعودة إلى رأس الناقرة كان هناك أيضا موضوع إفراغ الشواطئ والسواحل من كل تواجد للسفن كان أيضا مطالب لقوات اليونفيل بأن تغير مكان تواجد سفنها الحربية التي طبعا هي معروف تستخدم من أجل إحلال السلام أو ضبط السلام في المنطقة لكن رفض اليونفيل هذا بالنسبة لما قيل بشأن رفع العلم في مارون الراس تأكد بأن ذلك كان لمدة لا تتجاوز العشر دقائق فقط تمكن خلالها مصور جيش الاحتلال من التقاط صور لهم من أجل غاية دعائية داخلية هذه على ما يبدو معركة السيلفي حتى الآن فقط يتقدمون ليلتقطوا صورة في الجنوب على كل حال سوف نرى تطور هذه الأمور وما أشرت إليها خليل بالنسبة للشاطئ البحري الطلب الإنسحاب والابتعان عن البحر وكأنه تمت شيء سيحدث انطلاقا من الشواطئ البحرية من بعبد أحمد صبح كيف أجواء الضاحية من عندك الليلة هل يتجدد القصف كما يحصل كما كل ليلة في مثل هذا الوقت أحمد سامي سيد الموقف الآن هو الهدوء الحذر والترقب منذ أكثر ما يزيد عن ساعتين من الآن ما خلى طبعا الطائرات المسيرة والاستطلاعية التي لا تغادر سماء الضاحية وهي تطير على علو منخفض اليوم كانت الحصيلة أربع غارات كانت في قلب الضاحية وفي أطراف الضاحية أيضا كان هناك غارة قرب حارة حريك في منطقة الغبيري وهي منطقة ملاسقة لحارة حريك أيضا كان هناك غارة عنيفة جدا في منطقة الألمريج وهذه المنطقة التي ربما كما ذكرت قبل قليل في الخبر العاجل عن المنطقة التي استهدف فيها أو قالت إسرائيل إنها استهدفت فيها سيد هاشم صفي الدين يعني قبل قليل وقبل أن تغيب الشمس كان هناك الدخان الأسود الذي ينبعث من هذه المنطقة منطقة المريجة غارات كثيرة هي ومنطقة الحدث إضافة إلى برج البراجنة كل يوم كل يوم مساء تزيد الغارات والمقاتلات الإسرائيلية من هجماتها على الضاحية لذلك أقول الحذر الشديد والترقب هما سيد الموقف في الضاحية حتى الآن شكرا أحمد ونحن نرحب بك أيضا منذوبا جديدا بين زملائنا إلى هذه الحرب التي نأمل أن تنتهي سريعا كما يريد لبنان وكما تريد غزة من دير البلح في غزة أيضا كما قلنا أمس بعد عام من الحصار والتجويع والقصف والدمار والقتل يخرج مقاتلون من تحت الأرض وينفذون هجمات ويطلقون الصواريخ بعد عام من استخدام جيش الاحتلال كل وسائله لإبادة أهل غزة كيف هي الأجواء اليوم محمد أبو نووس عندكم يعني سامي نتحدث عن هذه الإبادة الإسرائيلية ولتدخل في عامها الثاني دون أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافاته للفلسطينيين في كافة مناطق قطاع غزة لا نتحدث هنا عن منطقة بعينها إنما كافة مناطق قطاع غزة هي محط استهداف الاحتلال الإسرائيلي سواء بطائراته الحربية أو المروحية أو آلياته التي تقوم بفتح استحترى الشاشة أو تقوم بإطلاق حدائفها باتجاه منازل المواطنين أو حتى طائرات الاستطلاع التي لا تتوانى في استهداف الفلسطينيين نبدأ الحديث سريعا سامي عن الاستهدافات وما يحدث من عملية عسكرية برية في المناطق الشمالية لقطاع غزة بالتحديد منطقة جبالية وبلدة بيت لاهية وبيت حانون وأيضا جبالية البلد ومعسكر جبالية بالتحديد الاحتلال الإسرائيلي بات يحكم الطوق على بعض هذه المناطق ويقوم باعتلاء بعض المنازل المرتفعة ويضع قناصته في تلك المناطق ويقوم بإطلاق الرصاص على المواطنين من هؤلاء المواطنين الذين يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليهم هم من يجبرهم الإحتلال الإسرائيلي ويدعوهم مرة تلو الأخرى بضرورة النزوح والخروج من منازلهم باتجاه الجنوب عبر ممر أسماه بالإنساني سواء صلاح الدين أو شارع الرشيد في المنطقة الغربية لمدينة غزة أو لإقطاع غزة أثناء عبرهم يقوم الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليهم واستهدافهم وقد سجلت العديد من الحالات سواء اليوم أو الأمس أو الأمس على هذه الشاكل التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي هذا بالنسبة لمدينة غزة والتي دارت فيها رحى المواجهات بين المخاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي في وسط القطاع نتحدث عن أكثر من 34 شهيد حتى هذه اللحظة في استهدافات عدة استهدافت منازل المواطنين في مخيم البريج وأيضا خيام النازحين في ذات المخيم إضافة إلى مخيم النصيرات المخيم الغربي لوسط قطاع غزة أما بالنسبة لمدينة خان يونس فخربة العدسي وما تعرف أيضا بمنطقة الزنة وبين السهلة هذه المناطق التي دعا الإحتلال الإسرائيلي المواطنين بضرورة الخروج منها أشبعها اليوم بواب الكثيف من الخذائف والصواريخ التي قام باستهدافهم فيها بشكل مكثب كما في مدينة رفاح لنتحدث عن عدد كبير من الشهدائي في هذا اليوم وعدد كبير من هذه الإصابات وهنا سامي اسمح لي أن أتحدث في موضوع الإصابات عن ما يحتاج سكان غزة بالتحديد من يصاب منهم أنهم يحتاجون إلى علاجات لم تعد تتوفر في قطاع غزة بل أن هناك مطالبات عدة بضرورة أن يتوفر هذه العلاجات والمستزمات الطبية التي يرفرض الإحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا ويطنق حصاره على مثل هذه المساعدات الطبية التي لا يسمح دخولها إلى قطاع غزة وهنا نشير إلى أن زميلا صحفيا لنا واسمه علي العطار هذا الزميل الصحفي المصور الذي عمل في عدة مؤسسات خلال هذه الإبادة الإسرائيلية أول أمس عندما أقدم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف خيام النازحين في مستشفى الشهداء الأقصى أصيب علي بشضية صغيرة في رأسه من النحية اليسرى ولكن هذه الشضية الصغيرة كانت كفيلة بأن تصيبه بكسر في الجمجمة وأيضا نزيفا في دماغه وبات طريح الفراش منذ الإصابة حتى هذه اللحظة وحالته الصحية تزداد سوءا بل إن هذا الازدياد في سوء أوضاعه الصحية بات ينعكس على طبيعة حياته ويقول الأطباء في قطاع غزة وبالتحديد في مستشفى الشهداء الأقصى وأيضا في مستشفى الأوروبي بأن حالة حياة علي مرهونة بعلاجه غير الموجود في قطاع غزة وهذا الأمر دفع زملاء الصحفين لضرورة أن يكون هناك ضغط منهم على المجتمع الدولي على كافة المؤسسات الدولية الحقية الإنسانية للتنسيق لعلي العطار بضرورة سفره خارج قطاع غزة كي يتعالج بأسرع وقت ممكن فحياته هي على المحك وكل لحظة يتأخر فيها علي عن العلاج فهذا يعني بأنه يقترب أكثر لمفارقة الحياة ما يحدث مع علي هو يحدث مع كافة المصابين في قطاع غزة الذين يمعن الإحتلال الإسرائيلي في استهدافهم على مدار اللحظة نعم